موسيقى هو التعصيب هو شرعا يعني أمون الضمح تم خلال المدونة لأن المدونة دائما مبنية على ما هو شرع وكان بعض الاجتهادات من تكلموا على الحفادة يعني الإرت مبنية على القرآن كان بعض الاجتهادات في بعض الحالات الخاصة كانوا في حالة تيرتو لحفادة من جهة الإبن دابا ولوتا من جهة البنت منذ 2004 يعني حيث داك العلة أن أولاد الولد حيث الولد هو اللي توفى وكي يعني تكون عوز راتا أولاد البنت تقدر هذه البنت اللي توفى تزوج ديالها راتا هو إنسان فقير فإذن زالوا هذه العلة غير مقبولة أولاد الولد وولاد البنت بحال بحال فإذن لا يحرموا أولاد البنت بسبب أن البنت يقدر يكون الرجل الرجل هو إنسان معويز فإذن هنا هذه هي فيها الاجتهاد أما العصب هو منظم بالقرآن وبالسنة فإذن شنو لخصنا نتكلم عليه نتكلمه أن العصب تكون بعد مرات هذا زوج توفى خل زوجة أو العكس زوجة توفات خلت زوج وكي يعني بانت فهنا دائما تدخلوا الإخوة ولكن الأب والأم الأب لكن الأب ديال المتوفات أو المتوفة فهنا الأخوة ما تدخلوش حيث الأب يحجبوهم فإذن هنا لما كانش الأب كانت غير الأم والإخوان تدخلو الأم والإخوان فهذا التعصيب هو تقدر يكون التعصيب بعد المرات ما حتى تلقي مدياله المادية ما تتكونش بزاف بحل نعطيك على سبيل المثال توفي شخص وترك أم أم وترك زوجة وبانات وعادل إخوة فهنا يشنو توقع الأم تكون عند السودس الزوجة تكون عند التومن البانات تكون عندهم التولتين فالباقي تكون باقي قليل هو اللي تمشي للإخوان فإذن بعد المرات حنا كان واحد الوقت كان واحد تضامن ما تكون هاد الإنسان المتوفى خلوا واحد تشق على قد الحال فهنا أوتوماتيك مونة تكون الأم تتنزل والإخوة باتتبعتهما تتنزلوا حاليا ما بقاتش ولات يعني اغطاعت المادية فهنا بعد المرات في هذا إطار ديال التعصيب تيجي إنسان تيقولك أنا يا بما أن المتوفى توفى وخل يعني خلى شي حاجة تورت أو عنه شقة حتى الأمتعة اللي متوفرة داخل الدار هنا شنو توقع فيها تقتصب بتنعز دياله يعني تيدخلوا فيه الوراة وهنا إحنا حالا كانت وقعت أن السيدة توفي الزوج ديالها في اليوم الأول من بعد ما مشاوا الناس اللي تعزيوا بغت دخول ديالها يعني في منتصف الليل اللي بيدي ديالها توقفوا لها العصبة تقولوا لها هذا ليس من حقك نحن نحن ندخلوا نشوفوا شنو خلى في ذاك الحقيبة اللي فيها ذهبوا خاصة إنسانا مخدمة نعرفوا شنو خلى فأغمي عليها هذا واحد كاينين الآن من بعد ما والتي تتار الموضوع داخل يعني المجتمع هو ديال العصبة ولو بعد الأباء تمشيوا تكتبوا الأبناء ديرهم ذاك يعني البنات ديرهم والزوجة ديرهم تكتبوا لهم ذاك الممتلكات تعتوهم وتكونوا واحد الحتيات تديروه تخافوا بأن الثالث الأبناء ولا هاد البنات يقدرو يتقلبوا عليهم أنا كسبت البنتي تقدر بنتي الله يخليك اسمح لي هذي داري خرجها الوليد يعني بحالة أنها بغت تمشي تخلص صفر على براء أو أنها تزوجت تدخل شيء مسجد ليخلي المادية تغلبوا على العلاقة الأبوية ما بين الأب ولا ما بين الأم فهنا شنو تبقى الأب تمشي تكتب لهم حق الرقابة يعني يراه ديالك من بعد الممت ديالي ومدام أنا حي تبقى عندي حق المنفعة بل تضيف واحد شرط آخر له حق الاعتصار سترجع ذاك الملك متى شاء تكتبوا عند العدل وتكتب في الوثقة ديال الملكية يعني أنني نقدر لو قتال اللي شبت أنت يا بديت تتغير في السلوك ديالك نمشي عند العدل بدون الحضور ديالك نغير رجع حتى السرطان حتى مرض الموت رفعه نقاش السرطان كالي تيجي عشرين سنة وش هو مرض الموت السكر يعني الإنسان ديابيتيك وجهد المرض السكري وش نعتبره مرض الموت كالذي لا يمهله إلا ستة أشهر كالذي تتعيش معه أربعين سنة الكونسير السرطان تهو كالذي تتعيش معه سنوات فإذا حتى مرض الموت تهو إشكال هنا ما كنش حالات اللي تتكلم على الاستثناء لأن الارت هو منضم بالشرح يعني ممكن أنه يتوضع واحد نص قانوني بأن السكن الرئيسي يبقى خاص ويتم تنصيص عليه في القانون هنا ما تبقاش عندنا إشكال حيث في دول راتت توليد دولة داخلها معك في الإرض إلا ما تقسم تيش في واحد المدة معينة تتخدم عندك واحد نسبة كبيرة فهو تتم تقسيم دياله بعض المرات في الحياة ديال الميت هذك اللي غير توفى يعني تيشوف رأسه جاه واحد الوهان واحد المرض فهنا تيقسم عليهم باش أنه الدولة أم تيخدو السودوس والباقي تيبقى يعني تيبقى الأب لأنه ما كانش عصابة هنا ولكن إلا كانت غير الزوج توفى تزوجها خلت زوج وخلت أم وخلت بنات والإخوة تيدخلوا الإخوة بالتعصيب غير النصيب ديال أب بعد مرات النصيب ديال الزوج إلا ما كانوش البنات تيخد نصف ولكن بنات تيخد الربع والبنات التولتين والباقي تيبقى بالتعصيب العصابة اللي تيكون الأم مع الإخوة